أرحب بضيفي من لندن دكتور فؤاد عبد الرازق الكاتب الصحفي قالت تيمي بأن الاتفاق الحالي هو الاتفاق الأفضل ويحقق مطالب الاستفتاء تحدث عن وحدة الجمارك مع إيرلندا الشمالية وقالت بأن هو لقاء حاسم يجب أن تقرر الحكومة وإلا العودة إلى مربع الصفر والفشل في تحقيق أهداف الاستفتاء كيف تنظر إلى هذه الكلمات دكتور فؤاد نعم كان يوما حاسما وماراثونيا بالنسبة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي واضح من الكلمة التي استمعنا إليها للتو أن المفاوضات كانت صعبة على صعيد إقناع مجلس الوزراء بهذا الاتفاق الذي توصلت إليه بعد ساعات ماراثونية أيضا ليلة أمس وبالطبع يعني في واضح من الكلمة أن ليس هناك اتفاق شامل بين الوزراء هناك بالطبع بعض المعارضين ولكنها كونها ستضعه أمام البلمامان يبدو أنها حصلت على شيء من الموافقة من هلاء الوزراء خاصة وأنها اجتمع بهم كل على حدة بحيث تقنعهم بالموافقة على هذا الاتفاق ولكن لماذا لم تعلن عن نتيجة ما دكتور فؤاد؟ يعني هي لم تذكر إن كانت نجحت الانتزاع الموافقة بشكل كامل أو لم تنجح ماذا يعني ذلك في اعتقادك وكيف سيكون الخطوة القادمة؟ نعم هي بطبيعة الحال بعد هذه المحادثات لا سستطيع أن تقول أنها فشلت في إقناع مجلس الوزراء وستدرك هذا لأمر البلمان بس يبدو أنها حققت بعض الاتفاق مع بعض الوزراء بحيث قللت الجانب المعترض على هذا الاتفاق بحيث تضعهم أمام مسؤولياتهم لأن في عدم تواصل الاتفاق على صعيد المجلس الوزراء هو إضرار بها وإضرار بهم أيضا لأن هذا سيشكل سابقة وسيؤثر عليها كرئيسة للوزراء نعم ولكن هل يجوز الذهاب إلى البرلمان بمساودة الاتفاق دون الإجماع على هذه المساودة؟ يجوز ذلك يترك هذا أيضا للبرلمان وهناك أيضا ناس من خارج البرلمان لهم رأي فصل في هذه القضية خاصة الذين اعترضوا على خلطة تشيكرز التي تقدمت بها وروا أنه اتفاق اللين لا يفي بمصالح بريطانيا في الوقت الذي تؤكد فيه أيضا أنها لن تعدل عن موضوع أو نتيجة الاستفتاء الأول ويكون الاستفتاء قائم نتيجته تحترم نظرا لأنها ديمقراطية ولا تستطيع أن تتخطى رأي الشعب في هذا رغم الأراء الكثيرة التي نادت بإعادة هذا الاستفتاء فالاستفتاء الآن إذا أقرأ هذا الكلام سيكون على ما توصلت إليه من اتفاق ولكن كنها تطرحوا على البرلمان يعني دليل على أنها حصلت على بعض التأييد من جانب وزرائها أو عدد كبير منهم رغم اعتراض البعض عليه ويسترك الأمر للبرلمان كي يقرر في هذا الأمر ولكن الاتحاد الأوروبي ينتظر موافقة مجلس الوزراء أيضا كي يطرح 500 صفحة التي تقدمت بها إليهم ولا توصلت معهم فيها إلى اتفاق ومن ثم تعرض هذه الورقة حتى قبل أن تعرض على البرلمان جلسة البرلمان ربما تكون في 7 من ديسمبر ليست على الفور والقول الفصل سيكون للبرلمان إن كانت مسألة انتزاع الموافقة الكاملة من قبل حكومتها لم يمر بسلام كما يبدو فكيف سيكون إذن الموافقة في البرلمان وهو الاختبار الأصعب كما يصفه المراقبون وأيضا كيف سيكون حجم المأزق الذي توجد فيه مي عندما لا تتمكن من الحصول على موافقة البرلمان بالإضافة إلى حكومتها هذا سيكون مأزق لأن الخيار الآخر هو أن تخرج المملكة المتحدة بدون اتفاق وهي قالت أن عدم تواصل الاتفاق أفضل من تواصل الاتفاق سيء يعني معظم الناس يرون في هذا الاتفاق أنه ليس جيدا من نسبة لبريطانيا وطبعا العقبة الكأداء فيه هي موضوع الحدود مع أرلندا ما يسمى بالهارد بوردرز أو السوفت بوردرز هي لا تريد العودة إلى الحدود الكاملة أو الصلبة كما يقولون وتبقي على الحدود النعمة فيما يسمى بالباكستوب يعني بأنها ممكن أن تضع تظل الأمور كما هي عليه مع نوع من السوفت بوردرز التي تخلي بريطانيا لها متسع الحرية بدون عمليات يعني تشك يعني مراجعة وأيضا يكون الاتحاد الجمروكي أيضا مازال قائما لفترة وجهزة لحين تتوصل بريطانيا إلى اتفاقيات مع الدول الأوروبية ربما كلنا على حدة أو الاتحاد الأوروبي موضوع أرلندا بالطبع إذا تم حله فتكون عقبة كبيرة حلت في سبيل هذا الاتفاق لأن أيضا أرلندا تنظر إلى هذا الاتفاق نظرة جدية كاملة لأن هناك مصالح مهمة تتعلق به وبالطبع هناك أيضا خوف من امفراط عقد المملكة المتحدة بنتيجة مثل هذا الاتفاق فالوضوع شائك للغاية وليس سهلا على رئيسة الوزراء وهذا يتوقف أيضا على مدى كما قلت مدى تأييد الذي حصلت عليه داخل مجلس الوزراء لأن الوزراء أيضا إذا لم يغفقوا فهم يخاطرون أيضا بالمستقبل ممكن أن يؤدي إلى جراء انتخابات أو أنها تفقد منصبها ولكن هي مصرة على موقفها هذا الذي يتمثل في أن هذا الاتفاق اتفاق جيد وأنه أفضل من عدم التواصل اتفاق أو الخروب بدون اتفاق وفقا لمي شكرا جزيلا لك من لندن كنت معنا دكتور فؤاد عبد الرازق الكاتب والصحفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر